بسم الله الرحمن الرحيم أصدقائنا أصدقائنا أفهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب العزاء الطلاب الصف الثالث اللي العددي موعدنا مع درس النسب المثلثية الأساسية لبعض الزوايا الخاصة لزوايا 30 و 45 و 60 درجة رضيات 3 عداد حسام مثلثية تيرم أول هنتعلم نهاردة مع بعض إن شاء الله كيفية إيجاد النسب المثلثية لبعض الزوايا الخاصة وإيجاد الزوايا إذا علم النسبة المثلثية لها لو نحن نتعلم النسبة المثلثية إزاي نقدر نجيب الزوايا أول موضوع معنا هو النسب المثلثية للزوايا 30 و 45 و 60 طبعا الحاجات دي هنحفظها كويس جدا جدا لأنها أساسيات معنا أول حاجة إحنا عندنا جا أو جيب الزوايا 30 بواحد على الاثنين وهو نص طيب جيب تمام الزوايا 30 جزر 3 على الاثنين واللاحظ إن إحنا بنعكس في الستين يعني جا 60 بسوى جزر 3 على الاثنين وجاتا 60 نص إلى عكس يبقى جا 30 هو هو جاتا جاتا كامت جاتا 60 وجا 60 هو هو جاتا 30 الزوايا 30 وجا 60 وجا 60 وجا 30 بالنسبة ل 45 الجا وجاتا بواحد جزر 2 و الزوايا 1 الحاجة دي هنحفظها كويس جدا 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 وهي كمان عمالة تجيب على حزب لك اللازم نكون حافظها كويس جدا جدا إبادية النسب المثلثية كلها نسبة مثلثية الزاوية 30 و 45 و 60 ملاحظات بعد نركز عليها إذا كانت النسبة بين الزاويتين 1 إلى 2 فإنهم 30 و 60 لو كانت النسبة بين الزاويتين 1 إلى 2 يعني النص يعني 1 فيهم 30 والتانية 60 طبعا إحنا مركزين أنه عندنا المثلث قايم الزاوية فكرة 90 درجة يبقى فضل 90 لهو 31 والتانية 60 طول الزاوية 30 في المثلث القائم بيساوه نص طول الوطر وطول الزاوية 60 بيساوه نجزد 3 على الاتنين في طول الوطر دي لو كنا Swip يبقى طول الزاوية 30 بساوه نص طول الوطر طول الوطر في فوق كام يبقى نصه على طول الزاوية 30 وبالنسبة للضلع الثاني وهو المقابل الزاوية 60 بيساوه نجزد 2 في طول الوطر لما نعلم نsections جيب أي زاوية بيساوي جيب zamyaligkeit جة ستين بساوي جه تلاتين. وجه تلاتين بساوى جه ستين. جهة ستين بساوي جه تلاتين. وجه خمسة واربعين بساوي جهة 것처럼 لأي زاوية الف يكون الز 직ع wind 크 2019 بساوي الجه على جهة. إلز typically بساوي جه على جهة. شف المساء مع بعض. بدون استخدام الاالة الحسبة. احنا بج diarrhea الحسبة اطلحها بسهولة جدا. بس هاني سيهة بق tangente بصين تلاتين في جاتا ستين زائد جاتا جاتا تربيع تلاتين زائد خمسة خمسة اربعين وهكذا على الحزب يطلع على نتج معنا مية مية لكن بمسألتي غاط هو عايز بدون استخدام الحزب لازم اشتغله خطوات نبدأ نحل الجاتا التلاتين احنا عارفين هي بكم بعدها بنبحث من جادول الجاتا التلاتين بكم جاتا تلاتين بنص طب الجاتا ستين جاتا ستين برضو بنص زائد جاتا تربيع تلاتين جاتا تلاتين بكم بجزر تلاتة على الاتنين نقوم نربح زائد خمسة اربعين بواحد نقص عشرة في جاتا تربيع خمسة اربعين جاتا خمسة اربعين بواحد على جزر اتنين ربع يبدأ عبارة عن ربح زائد تلاتة على اربعة زائد خمسة ناقص عشرة على اتنين. يبقى ايدي كده اربعة اربعة فعل الواحد زائد خمسة ناقص اه خمسة بيساوي معايا واحد. يبقى النتج عندي يساوي واحد. يبقى كده دي تبقى بدون استخدام الحزبة. اركز قويس جدا. ممكن استخدام الحزبة للتأكيد فقط. لكن هو اللي هنا ايه بدون استخدام الحزبة. يبقى نتج ايجا مباشرة هيحصب خطأ. شوف تابعين ده بقول لي اوجد النسب المسلسية التالية اه جاء تلاتة اربعين درجة جاء تلاتة وخمسين درجة ثمان وعشرين دقيقة زاء اربعة وستين درجة سبعة وتلاتين دقيقة ساعة واربعين ثانية مقربة نتج لأقرب ارقام عشرين. طبعا ده سهلة جدا هبدأ استخدم الاقل الحزبة. اكتب الاقل الحزبة واكتب ساين تلاتة واربعين. هيفها يديني كام? اكتب جدا تلاتة وخمسين واعمل كمى يعني درجة واكتب جنبها تمانية وعشرين وبعدين كمى يبقى انا كده دي كده الدرجات ودقايق. هنا الزاء هكتب زاء اللي هي تان على الحزبة اربعة وستين واعمل كمى عشان درجة سبعة وتلاتين واعمل كمى دقيقة تسعة واربعين واعمل كمى ثانية وهقرب الناتج لأقرب لأربعة ارقام عشرية. وهي دي الناتج معي انا طلقته. يبقى اضغط سين تلاتة واربعين كوزين تلاتة وخمسين كمى عشان هنا في درجات ودقايق. وتحت ها الزاء في درجات ودقايق وسواني. يبقى انا بعوض عن الدرجات ودقايق وسوانيات بالكمة. بقى اكتب الرقم واكتب بعدها على طول كمى على الحزبة. بعد كده ايجاد الزاوية ازا علم النسبة المثلثية لها. هندرسنا قبل كده اا ان احنا ممكن نقدر نجيب الزاوية آآ النسبة المثلثية. وقلنا لو عندنا زاوية قاسها تلاتين. اجيب زاوية مسلثية لها عن طريق المثلث او الكتاب طائل حزبة جاء تلاتين. هيدين نص. طريقات الزاوية ايضاها تلاتين برضو هكتب صين تلاتين هيديني الرقم برضو. صين آآ تلاتة وتلاتين هيديني الرقم هقدامي. طب انا انا عايز بلوقتي اعرف لو انا اعرف النسبة المثلثية ازاي يقدر اجيب الزاوية. يعني ان ا захل لو ما عايز ان مسلثية مثلثية에서 نص. عايز اعرف الزاوة كام. انا كنت عشان اجيب آآ اه النسبة المثالثية بضغط صين الزاوية. عسان اجيب الزاوية نفسها بقى هضغط شفت صين. شفت قبل صين. شفت صين. وكتب النسبة المثالثية هو هيديني آآ الزاوية. مثال بقول اوجد قياف الزاوية هي. اوجد قياس الزاوية هي في كل مما يأتي رقم واحد لو جاه يساوي ستة من عشر. يبقى رقم واحد جاه يساوي ستة من عشرة. هعمل شفت صين. ستة من عشرة. هيديني آآ وبعدين اضغط كومة. عشان يديني الدرجات ودقيقة والثواني. هيديني قياس. بلاقي الحسبة بقى. قياس زاوية هي. بيساوي ستة وتلاتين درجة. اتنين وخمسين دقيقة. واثناشر ثانية. طب الحق رقم اتنين. برضو هضغط شفت. هنا بقى اين هنا ايه? جتة. يبقى شفت كوزين. شفت كوزين. آآ الرقم ده كده. هيديني عندي قياس زاوية هي. هيساوي واحد وخمسين درجة. تلاتة وتلاتين دقيقة. خمسة وتلاتين ثانية. رقم تلاتة. هعمل شفت تان. شفت تان. واكتب النسبة اللي عندي لكده. هيديني الزاوية سبعة واربعين درجة. وخمسة عشر دقيقة. وثمانية واربعين ثانية. بقول الفكرة. اذا انا عشان اجيب النسبة المثلثية كنت بعمل صين الزاوية. عشان اجيب الزاوية هعمل شفت صين النسبة المثلثية اللي عندي. تمرين. بقول لالف بهجيم مسلث متساوي الساقين. فيه الالف به بساوي الالف جيم مساوي 8 سنتي. والبهجيم يساوي 12 سنتي. اوجد قياس زاوية به. ثانيا مساحة سطح المثلث لاقرب رقمين عشريين. هرسم رسم كروه كده سريع. ادي عندي هنا كده. ادي المثلث الف به جيم مسلث متساوي الساقين. ده ادي ده. ده تمانية سنتي. وده تمانية سنتي. البيهجيم 12 سنتي. اوجد قياس الزاوية به. عايزين نجيب الزاوية به. طبعا احنا كنا اخيرا نستقدم ساوي مسلثية. كان لازم مسلث خائم. طب هلنا مش نفع نزل عمود. او زلطة عمود من هنا كده. ها اخيرا هنا مسلث مستوي الساقين. هينصف القاعة. تبقى دية ستة. ودية ستة. يبقى انا كده عندي دي تمانية. وعندي دي ستة. اقدر اجيب ده كده. اه من فسا غورس. لو كنت محتاج. هو هنا عايز قياس زاوية. ايه? عايز قياس زاوية به. طيب زاوية بها اجيبها ازاي? لو انا اعرف النسبة المثلثية تزاوية به. هاقدر اجيب زاوية. طب اقولي هنا هنا زاوية بها انا اعرف هنا في المثلث ده ايه? اعرف هنا ده عبارة لها عن المجاور واعرف الوطر. طب ايه اللي يجمع المجاور الوطر مع بعض? جتا به يساوي مجاور على وطر. المجاور عندي بستة والوطر تمانية. يبقى انا كده عندي النسبة المثلثة اللي هي تلاتة تلاتة على اربعة بعد اقتصار او هي خمسة وسبعين من مية. يبقى انا كده معاني سبع المثلثة ازاي اجيب الزاوية. يبقى قياس زاوية به هيشاوي اعمل شفت كوزين خمسة وسبعين هيديني قياس زاوية به واعملكم عشان يديني درجات ودقايق وسوين. يبقى انا كده اقدرت اجيب زاوية به. بعد كده عايزين مساحة سطح المثلث الف اه الف بهجيب. ازاي انا اجيب سطح المثلث? سطح المثلث عبارة عن نص القاعدة في الارتفاع دي المساحة. طب انا عايز اجيب الارتفاع اللي هو الالف دال ده اجيبه ازاي? هاجيبه من فسا غرص الالف دال تربيع بيساوي اه الالف به تربيع للوطر يبقى تمانية تربيع ناقص اه ستة تربيع اه بساة تلاتين. اعديني تمانية وعشرين واجه اجيب جزرها يبقى الالف دال بيساوي اتنين جزر. سبعة عشان اقدر اجيبه المساحة يبقى مساحة المثلث بيساوي نص القاعدة عندي باثناشر. الارتفاع اتنين جزر سبعة. يصارت معادية. يبقى بيساوي عندي اتناشر. اتناشر جزر سبعة. اللي هو بيساوي تقريبا واحد وتلاتين وخمسة وسبعين سنتيمتر مربع. هو قال لي الاقرب رقمين عشرين. تمرين او قيم السين اللي هتحقق. سين جا تلاتين. اه جا تربيع خمسة واربعين. جا تربيع بيساوي ستين. عاديني نجيب قيم السين اللي يتحقق الكلام ده. نشوف تمام. في جا تخمسة واربعين. جا تخمسة واربعين بيكام 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 جا تخمسة واربعين يبقى سين في ربع يبقى السين على أربعة يساوي تلاتة على أربعة المقام بصير مقام بصير 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 يبقى سين تساوي تلاتة يبقى أنا كده قادر تجيب قيمة سين تمرين منزل يبقى لأود قيمة سين التي تحقق العلاقة اتنين جا سين يساوي زا تربيع ستين ناص اتنين زا خمسة واربعين حيث ان السين زاوية حادة هنتظر رجابة على السؤال ده في التعليقات أسفل الفيديو وبكذا نكون انتهينا من درس النهاردة هنتظر سوفاتكم على الدرس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نفهم نتعلم ببساطة